يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم نبدأ مع حضراتكم برنامج التساعة الليلة وبنتكلم عن 8 سنوات من الغياب الأمريكي عن القارة الأفريقية بنتكلم على قمة أفريقية أمريكية ما بين القمة اللي فاتت مع رئيس الأمريكي باراك أوباما 8 سنوات وقمة أمريكية أفريقية اليوم تغيرت القارة الصمراء وتغير العالم خلال هذه الثمان سنوات نتائج بتأمل بها واشنطن أن تعود مصار العلاقات مع دول القارة الصمراء لوضعها الطبيعي مع طبعا وجود منافسين عالميين النفوذ الروسي والصيني من خلال التعاون والتنمية في أفريقيا خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض من مخرجات القمة الأمريكية الأفريقية نحن نتكلم عن دعم أفريقيا للحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن ومجموعة العشرين أيضا ضخ 55 مليار دولار أمريكي في أفريقيا على مدى ثلاث سنوات ما بين مشروعات الغذاء وما بين مشروعات التكيف مع التغيرات المناقية أيضا تعهد رئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل مع الكونغرس لإقراض أفريقيا تقريبا 21 مليار دولار كمان كان هناك توقيع مذكر التفاهم ما بين الجانب الأمريكي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية أيضا التمهيد لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بيجمع لإنتاج حوالي 3.4 تريليون دولار كان هناك حديث أيضا عن إنشاء مجلس لدعم المغتربين الأفريقة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من التكلم عن تخصيص 2.5 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غذائية لأفريقيا وأكيد حضراتكم تابعته الطرح المصري اللي قدمه سيد رئيس عبد الفتاح السيسي في مسألة الأمن الغذائي وقد إيه القرار الأفريقية تعاني من هذا وتحدث سيادته عن الجوع التنامى بشكل كبير خلال السنوات السابقة أيضا النهاردة كنا نشوف مع حضراتكم نشاط مكثف لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة وده الحقيقة كان طوال أيام إنعقاد القمة اليوم على وجه التحديد استقبل سيد رئيس عبد الفتاح السيسي في مقار إقامته بواشنطن مستشار الأمن الأمريكي وبحث اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وأوضاع المنطقة كمان استقبل سيد رئيس رئيس البنك الدولي وأكد سيد رئيس اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي وده انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك امتدانا للشراكة المثمرة ما بين الجانبين خصوصا مع الأزمات الدولية المتعقبة على الجميع اشتركوا في القناة